حرمة الكنائس لفتا إلى أن هناك جماعات مضللة تبث فتاوى مضللة في أركان البلد لهدمها مشددا على أن الإرهاب يحتاج لاستفاف وطني وهو ما يعكس دور المجتمع بجميع أطيافه لمواجهة الفكر المتطرف واستطرد الوزير في الخطبة والتي حملت عنوان خطورة التكفير والفتوى بدون علم وضرورة الاستفاف في مواجهة الإرهاب بحضور محافظ الإسماعيلية واللواء عصام سعد مدير الأمن الحديث في الخطبة عن مكانة مصر في العالم الإسلامي ودورها في نشر دعوة الإسلامية ودعوى زير الأوقاف إلى الإبلاغ عن الخونة والمجرمين والعملاء حرصا على الدين والوطن ولو تركناهم لهلكنا أجمعين قائلا إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين وهو ما يؤكد عالمية الرسالة المحمدية والتي تجيب علينا أن نخلص العالم كله من شر الإرهاب وبيّن جمعة أن مصر تدفع ثمن دحرها للإرهاب ووقوفها للتصدي للإرهاب مختتما خطبته بالدعاء على الإرهابي والإرهابيين وأن يحمي الله مصر وأهلها من كل سوء ويجعلها بلد آمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم أمين اللهم أحمي مصرنا وسائر بلاد المسلمين والكلام اللي قاله وزير الأوقاف الحقيقة فيما يتعلق به الإبلاغ والإرشاد عن الخوانة والعملاء والإرهابيين كلام أنا في رأيي يصب في عين الحقيقة أنا قلت لحضراتكم قبل كده وفي بعض الناس انتقدتني وقالوا أنتوا عايزين أننا نبلغ عن بعض وعايزين نشتغل مرشدين على بعض ونتحول إلى مخبرين أمن دولة على بعض ومش عارف إيه وأنا قلت الكلام اللي من رأيي من رأيي المتواضع قد أكون خاطئا يعني أنا قلت الكلام اللي يرضي ربنا أنا مش عيب أن أنا أبقى مخبر لبلدي ضد الإرهابي ولا الحرامي ولا الخائن ولا العميل هو ليه كلمة المخبر دي كأنها سيئة السمعة هو المخبر ده يعني كأننا أنا أتكلم عن حرامي المخبر ده حد بيشتغل في الداخلية بيرشد عن الخارجين على القانون إيه اللي عمي اللي في كده بنيش دعا بالمخبر اللي هو فاتح الجرنان وفيه خرم في النص ده المخبر اللي هو بيتريع عليه في الأفلام أنا أتكلم على أنه كل واحد يقوم بدوره حتى سيبك من عشان البلد يا سيدي بس يقوم بدورك علشان تحمي نفسك هو مش أنت عرض أن أنت تموت في أي حادثة من دي هو أنت عارف الإرهابي بن اللازينة ده حيفجر نفسه فين المرة الجاية وإنت حتبقى هناك ولا لأ مراتك حتبقى هناك بلاش مراتك ده عشان ممكن تكون مضحي بيها ولادك حيبقوا هناك ولا لأ مش يعني أنت ضامن ضامن طول الوقت أن الحادثة الإرهابية حتبقى بعيدة عنك مالكش علاقة بيها مش ماشي في الشارع بالصدفة وهي القنبلة في تنفجر ممكن فعشان تحمي نفسك لو لقيت حاجة تساور الشك تدعو للقلق في حد تعرفه في شقة أجرت جنبك في مدروم العمرة بتاعتك في شقة فأوضع السطوح فيك مش عارف إيه أرجوك بلغ أرجوك بلغ ما فيهاش حاجة بس رمي أبسوط عشان وزارة الداخلية رفعت المكافأة بتاعة الإرشادة عن الإرهابيين المطلوبين دول من مئة ألف جنيه لخمسمائة ألف جنيه خمسمائة ألف جنيه من مبارح الحقيقة مصرين كلهم ماشيين بحلاقوا في بعض كله ماشي في الشارع بحلاقوا في بعض إياك يطلع واحد شبه الصورة أو ملازقوا خبرية وأخذ الخمسمائة ألف جنيه بس طبعا إحنا بنعملها نخوة وشهامة وجدعانا مش طبعا في الفلوس إيه وحد يفكر كده حشا لله اشتركوا في القناة